السلام عليكم جوهراتي إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وصحا عيدكم كل عام أنتم بخير إن شاء الله كل عام أنتم في جنة وفي نعيم وفي وفرة وفي فرح وفي ثراء وفي تدفق على الدوام يا رب وكما طلبتوا مني حبابتي ديرينا روتينت وحشنا الروتينات أنا دلت لكم الروتينتا يوم العيد كيفاش جوستو كما على بالهم الأغلبية تا صديقاتي على الانستغرام باللي جوست العيد في الجزائر وجوست يعني بعض الأيام من رمضان في الجزائر كانت بنا وحدها كانت وحده وشكرا لكم كلكم يعني اللي تفعلوا معايا واللي تمنوا لرحلة ممتعة شكرا جزيلا لكم وحده وحده وكما راكم تشوفوا بدنا يعني بالتقاليد تعنا يوم العيد عجلنا درنا درنا المسمان درنا هذه الحلويات التقليدية في الحقيقة مش يعني أدرتهم يعني إخوتيتي ولفامي العائلة عليكم باللي العيد تعنا تع الجزائر الأمهات الجزائريات تتفنن في صناعة الحلوة يعني هذا معروف وعادات جميلة جدا ويجو معاها مشاعر روعة روعة والجيران يتبادلوا ما بينتهم الأنواع تالحلويات ويتبادلوا أنه واحد يروح يقبل على واحد يعني هذا العادات أنا هذا المرة بروفيتيت ماكسيموم منها لأنه صراحة هذا المواسم والمناسبات في الغربة ما عندهم حتاقوا وعلى بالي الناس تعال الغربة كامل يعرفوا هذا الشيء المهم بروفيتيتنا مع بعضنا مليح مليح قصرنا مع بعضنا قبلنا على الجيران على العائلات درنا تقاليد تعنا كلها مع بعضنا بروفيتيتنا وبعدها خرجنا كاليوم هذا يوم رائع جدا خرجنا فيه روح نشوفنا الطبيعة وهذا الشيء اللي قلت لكم أصدمني في الجزائر صراحة هنا أصدمني بالمعنى الإيجابي مش بالمعنى السلبي اللون الأخضر هذا العام قالك جاءوا الأمطار بزيف في الجزائر أعلى بيها اللون الأخضر راه فضيع 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 الناس الغربة شلوا عميناتكم وإلا قدرتوا تهبطوا هذا الموسم غيرها هبطوا بس كل بلاد راه يتهبل تهبل تهبل شوفوا معي هذا الصور شوفوا معي هذا المناظر الطبيعية الخلابة والله العظيم يعني الناس تنخلع كي تروح للدول الأوروبية حتى في تركيا يعني يقول لك تركيا خضرة وكلش الآن أنا شفت الجزائر صراحة في المقام الأول ما رانيش مبالغ لبنات أرواح والتزاير وشوفوا بعينيكم وراه هي تهبل تهبل طبيعة كلش مناظر يعني ما راهيش مخدومة من طرف الإنسان كما في البلدان الأخرين طبيعية يعني كما خلقها ربي بالصح الجمال فيها راه يوضاهي البلدان الأخرى خليت لكم هذا الصور هكذا بشتلوا عميناتكم إذن بعد اللي فطرنا بينسيوغ وروحنا للطبيعة شفنا البحر ندرت شوية تمارين تاع الإيرثينج اللي كانوا داروا معي شوية جلسات تاع العلاج بالطاقة نصحتهم بهذا التمارين تمارين بسيطة جدا يعني تغرسي رجليك في الرمل والمعلمات على البحر هكذاك تتوازن عندك الأيونات السالبة مع الموجة بالموة مع البلوس في جسمك تتوازن طاقتك بطريقة رائعة شوفوا معي المناظر شوفوا هنا يا هذا السد في سيد عمر في ولاية تبازة المهم روعة روعة المناظر جمال خلاب أنا حابتكم جتومة تشوفوا بلادكم بعينكم ما رانيش ندير في الإشهار والصح والله راح تستمتعوا استمتاع فاضيع إذن بعد ما قدرتش نصور لكم يعني كلش بس كو خليت روحي نستمتع ونعزلت شوية على سوش الميديا شوتوني بعت شوية على صناعة المحتوى وكذا وكرجعنا للبيت لقيت وصلني هذا البوكس الرائع من واحدة المشتركة وفية ربي يحفظها إن شاء الله بوكس في حلويات العيد رائعة جدا حلويات راقية جدا ذوق التحة ولا أرواع وزيد الأسعار التحة اقتصادية 100% راح نخلي لكم الرابط على باش تحت على الإنستغرام هكذا باش يعني تسهلوا في المناسبات تلقوا علي من تطلبوا ما تندموش على بالي باللي ما تندموش لو جربتوا الحلويات التحة وجهلها الشكر خاص جدا جدا على هذا الهدية الرائعة ومزيد من التألق والنجاح يا رب وحنا اجتمعنا كل الأسر الصغيرة في العائلة الكبيرة في الدار الكبيرة كل عائلة جابت معها الأكل اللي طيباتوا وتلعي منها كامل على هذا الصفرة الجميلة جدا قولوا لي في التعليقات برك إذا لاحظتوا أنه كنكونوا جماعة اللي ما ناكلوهاش في دارنا ناكلوها كنكونوا مع الجماعة كل شي ولي بنين كل شي ولي هايل ما كاش لي ولي يش تكيمل بنا كل شي يستهلك هذه هي اللي ما تع العيد هذه هي الفرحة تع المناسبات تع العادات والتقاليد مشاعر رائعة لما نكونوا مجموعين كما نتمنى لكل وحدة في الغربة إن شاء الله أنها تجي تقضي رمضان ولا العيد ولا أي مناسبة كما راح باقي العيد الكبير إن شاء الله راجي إن شاء الله أتمنى لكل وحدة راي في الغربة وحابة تجي للبلاد باش ذوق هذه المشاعر الرائعة أتمنى لها أنها تجي وتشوف بلادها وتتلقى بأهلها يا رب يا ربي يجمعكم على خير مع بعضاكم هذا هو الروتين تع العيد كيف تجوزتو في الجزائر قولوا لي أنتم في تعليقات لي ما زال ما حكو ليش كيف تجوزتوه احكو لي وقولوا لي على الاقتراحات تعلي فيديو لي تحبوا تشوفوهم في القناة هكذا باش من وليش نطول عليكم باش من فكرش واش راح ندير المرة الجاية هكذا سهل علي المهمة أتمنى أن ألقاكم بخيرات ونعيم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله سلام موسيقى